هذه الصورة بالنسبة للأساور الأساور اللي هي في منها الخشب في منها المعدن الأساور اللي الحين دائماً تدارج لأشياء الكبيرة أكثر شيء فيها جرأة فيها جرأة وصار دائماً الأحجام الكبيرة في كل الأكسسوارات ودائماً بالنسبة للأساور تكون نص دائرة فهذا هو الدارج السنة هذه لصيف 2023 جميل نتقل للسورة نعم هنا بالنسبة للولو اللولو هنا اللون الأبيض الدارج واللون اللي على الصفار بعدهم دارج فلولو ما شاء الله ويد ما تروح موضة بس الموضة هذه حق صيف 2023 هو الدارج ما شاء الله ويد بعد هنا نشوف أنه مش بس مجرد لولو مدخلين حتى أحجار لونها بلون الأحمر شو هي هاي الأحجار؟ نعم هي هذه أحجار نفس المرجان نفس الأشياء اللي من روح البحر فهذا يعني كماع طابع البحر فهو هذا الدارج العام هذا جميل وهل السلاسل الطويلة أو الكصيرة وهل بعدنا على السلاسل لا الحين السلاسل الضخمة هي الدارجة أكثر شيء هي دائما الحين كلها أكثر عن السنوات اللي فاتت اللي هي كانت الأساور الناعمة هي اللي كانت دارجة أول بس الحين كلها السلاسل الضخمة والشوكر أيضا بعد موجود ولكن مثلا ممكن يكون في حبة لولو يكون في النص ممكن يكون فيه يكسر الوضع ويكون من جميل يعني اللي لاحظت اللي نحن بمعظم الصور أن كل شيء دارج بحجمه كبير لكن مشكل شخصي يناسب الأحجام الكبيرة يعني ممكن الأحجام الكبيرة تناسب أكثر الأشخاص الضعاف البوتيت نوعا ما ممكن نقول لكن مثلا البنات الممترئات شو ممكن أن يلبسون أو ممكن يطلعون عكس الموضة ويسوون موضةهم وحداتهم بالضبط وهو طبعا الموضة مو بشرط أن نحن نلبس كل شيء يخص الموضة يعني ممكن نختار الشيء اللي احنا نجرب تشوف الشيء اللي يناسبنا ممكن فيه أشياء يعني دائما الفتاة اللي شوية ممتلئة ممكن يناسبها الأشياء اللي خلي نقول وسط مو بشرط تكون صغيرة ولا الأحجام الكبيرة فهذا هو الجميل خلنا نشوف الآن مع المشاهدين الصور الثانية اللي أبرز أكسسوارات صيف 20-23 أكيد اللي هي الأقراط هالأقراط طبعا الأقراط الطويلة هي الدارجة وفيه اللون الفضي نفس ما احنا قلنا الحين هو الدارج وبالإضافة إلى الحبيبات الألوان بعد المختلفة واللي هي توصل للكتف يعني حتى ما يستدعي الواحد يلبس اللي هو القلادة نعم الزنصورة اللي بعدها هذه البروش البروش وايد بعد دارج السنة هذه وايد يعطي لك كلاس وراقي فخم وحتى في العباء نقدر نلبسها فوق العباء وايد يعطي جمالية وبالألوان الفضي بالألوان الذهبي بس الفضي هو الدارج الأكثر جميل جميل جداً تشوف الصورة اللي عقبتها هذه بالنسبة للورود الورود بعد دارجة وايد من أشكال الورود في عناصر الاكسسوارات سواء في القلادة سواء اكسسوارات أطفال هي هذه لا مش أطفال هي هذه نفس الأقراط الطويلة بس هي متصلة مع بعضها وحتى في الأطفال يقدرون يلبسونها بعد الأشياء الصغيرة اللي ممكن تناسب سنهم حلو احنا شفنا قوي شوي حتى الدارج الجغابات اللي طويلة نوعي ما هل الكسيرة بعدها موجودة في هذا الموسم؟ نعم نقدر نلبسها ونفس الوقت نقدر مثلاً اللي على شكل القلوب أو على شكل الورود يكون مثلاً صغير يعني مو بشرط أن يكون طويلة بس هو الدارج الطويل حصل فترة الصباحين صغير الناعم يكون مناسب أكثر وطويل ممكن المسويات نشوف أيضاً الصور الثانية ونعلق عليها مع بعض الشيخة أكيد اللي هو الحين مثلاً اللولو هذا اللولو بعد دارج اللي هو الشوكر يكون بس في الرقبة حتى نفس ما تكلمنا بالنسبة لأقراط القصيرة بعد هذه مثال على الشكل من أشكال الموضة لصيف 2023 حق اللولو اللولو حلو